اشتركوا في القناة قالت وكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل وهل ارد يوما مياهم جنة وهل تبدوا لي شامة وطفيل قال قالت عائشة فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة اشتركوا في القناة